السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارم ورحمة بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن وفاة الامير ممدوح ابن عبدالعزيز اهل السعود توفي اليوم الاول من ديسمبر الراحل الامير ممدوح ابن عبدالعزيز وهو شقيق الملك سلمان ابن عبدالعزيز وكان قد ولد في عام 1939 في مدينة الرياض ويبلغ من العمر 84 عام وكانت سبب الوفاة طبيعية وجنساته السعودية الجنسية وديانته مسلم ولديه ابنه الاكبر نايف ابن ممدوح ابن عبدالعزيز وهو ولد في جدة في عام 1971 وهو ابن الملك عبدالعزيز ابن عبدالرحمن السعود وهو هذا الملك مؤسس المملكة العربية السعودية الحديث وأول ملوكها والحاكم الرابع عشر من أسرة أهل سعود ولد في الرياض أسرة أهل سعود الحاكمة في نجزئ ولما بلغ الخمسة عشر من عمره انتقل مع عائلته إلى قطر ثم البحرين ثم الكويت بأمر من الدولة العثمانية واستقبلهم شيخها أنذاك محمد الصباح أما أخوات الأمير مندوح ابن عبدالعزيز فهم البندري بنت عبدالعزيز أهل السعود وجوهرة بنت عبدالعزيز أهل السعود واللطيفة بنت عبدالعزيز أهل السعود وسيطة بنت عبدالعزيز أهل السعود ومتعب ابن عبدالعزيز أهل السعود وفهد ابن عبدالعزيز أهل السعود وخالد ابن عبدالعزيز أهل السعود وفيصل ابن عبدالعزيز أهل السعود وعبد الرحمن بن عبد العزيز أهل سعود وسلطان بن عبد العزيز أهل سعود وسلمان بن عبد العزيز أهل سعود هو مهنته كان سياسيا ولغته اللغة العربية وولد في عام 1939 وهو الابن التاسع والعشرون من أبناء الملك عبد العزيز من الأميرة نوف بنت نواف بن النوري الشعلان الأميرة نوف هي حفيدة الأمير سلطام سطام ابن فندي الفايد والشيخ مثقال باشا خالها في عام 1409 الموافق عام 1986 عين أميرا على منطق التبوك وذلك إلى عام 1407 وبعدها عين رئيسا لمركز الدراسات الاستراتيجية التي بقيت ولا رأستها حتى طلب أعفاه حصل على شهادة الماجستير في تاريخ من جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1983 ثم شهادة الدكتوراه من جامعة الأسكندرية في دراسات الدولية سمته صحيفة العرب زاهد آل سعود وعرف عنه لاهتمام بالأمور الدينية فهو الرئيس الفخر لمعه الدراسات القرآنية للبنات بمكة المكرمة واشتهر ممدوح بدفاع عن هيئة الأمر المعروفة النهي عن المنكر وعن الدعوة الثلاثية ونقض لحركة الإخوان وسيطرتهم على الإعلام وقيادتهم لما يسمى بالربيع العربي له كتابات عدة العديد من الماضيع ويهاجم ويناس فيها عددا من الشيوخ والكتاب في السعودية وخارجها فقد هاجم الأمير الكاتب مشعل السديري وأتهم الأمير بالتطاوله على الله ورسله ورسله ووصفه بأنه إحدى ظلمات هذه البلاد المؤمنة الآمنة قصر نشر السديري لمقاله يدفع فيها عن الإسماع إلى الموسيقى وكتب مقاله في جارية الحياة وصفه فيها عددا من مشيخ الصحوة بالخوارج وخاصة بالذكر سلمان العودة ومحمد العرفي ونصر العمر وعواض القرني وغيرهم إن لله وإن الله يرجعون